بدايتنا متوسطة لدينا نقاط جيدة لم نلعب بإصرار في كافة المباريات ولكن نتمنى أن نتحسن مع مرور الأيام آمل أن نتحسن ونتصدر الترتيب ولكن لنكن واقعيين عانينا من الكثير من الإصابات منذ البداية وهو أمر مخيب للأمال نعم نحن لدينا أمال كبيرة ولدينا الثقة الكاملة ومتعطشون للفوز باللقب وأهم في كرة القدم هو الإرادة فبها نتمكن من تبديل كل شيء عندما أنظر إلى الجميع أرى في عيونهم الإرادة للفوز فيطمئن قلبي لذلك سترون مانشستر جونايتد أقوى هذا الموسم أنا أحب مدينة مانشستر ومرتاح هنا وعائلتي أيضا أحب النادي وهو أهم ما في الأمر جاءتني الكثير من الغروض من أندية أخرى وشط الفرص للمغادرة في السنوات العشر الماضية ولكنني لم أرى نفسي أغادر هذا المكان أو أرتدي قميص فريق منافس قبل أن أتي إلى اليونيتد كنت أفكر دائما بالذهاب إلى إسبانيا أو ألمانيا أو إلى أي دور آخر ولكن مجرد مجيئي إلى هنا أغرمت باليونيتد بالنادي باللعبين والمدرب ولماذا أغادر؟ أنا أفوز مع الفريق أنا متواجد مع أفضل وأكبر فريق في العالم وأعامل بشكل رائع فلم أجد سببا مقنعا كي أغادر الأمر مختلف في اليونيتد ليس هناك الكثير من النصائح أعطيها إذا جاء إلي أحدهم وطلب النصيحة أقدمها بكل سرور هم يتعلمون منا يأتون ليروا كيف نعمل في التدريب وفي الملعب فنحن نذهب إلى النادي الساعة التاسعة صباحا نبدأ التدريب الساعة العاشرة الجدد يأتون كل يوم ويرون برامجنا التدريبية فيجب أن يكون مثلنا إذا أرادوا البقاء وإلا ففيركسون يتخلى عنهم بعض الأحيان يصبح مجنونا لكننا بحاجة إلى ذلك وهذا ما يحرص عليه فيركسون لذلك هو الأفضل حول العالم أنا إنسان أحب الراحة والهدوء يعتقد الناس أن حياتنا هي فقط عبارة عن افتتاحيات وسجادات حمراء ولكن هذا ليس صحيحا لذلك بدأت أنشط في تويتر كي يتعرف علي الناس مثلا في صباح كل يوم أوصل أطفال إلى المدرسة وعلى عكس ما يظن الجميع فأنا أتنقل دون مرافقين أمنيين أو عندما أذهب إلى وسط لندن لا يصدق الناس أنني أستقل وسائل النقل العامة لوحدي بل يظنون أنني أتنقل في طائرة خاصة أو بالهليكوبتر هي تطبيق رقم خمسة لدي منتج يحمل الرقم خمسة وهو رقم في الملعب وقبعات أيضا كهذه والقادم سيكون الفانيلات والخمسة هو شعار مجلتي وتطبيقاتي أجمل لحظة كانت الفوز بدور الأبطال في موسكو على حساب تشيلسي أفضل مباراة كانت عندما لعبنا مع روما على أرضنا في دور الأبطال في دور الست عشر وفزنا سبعة واحد كانت أفضل مباراة زرت السعودية دبي المغرب وتونس أكثر ما أحببته هو الطعام والطقس هناك أفضل بكثير من إنجلترا إذا جاء وقت لا يحتاجني الفريق لأي سبب كان وتأتيني فرصة للذهاب واللعب في أي بلد عربي فسأنظر في الأمر لماذا؟ أحب متابعة البارسة ولكن أحب ريال مدريد دياغو مارادونا الأفضل على الإطلاق ترجمة نانسي قنقر